إلى ما هو يعتبر طوق نجاة لدعم الاقتصاد المصري بسبب الحالة الرثة على هذا الاقتصاد التي شهدتها بسبب المطالب الفئوية وبسبب ضرب السياحة وأمور اقتصادية كثيرة يحاول بقدر الإنسان طيب أستاذ عمرو هذه الحالة هناك طبعا حجم الدين الخاري أستاذ عمرو أريد أن أربط ما بين كلامك وما بين كلام هشام ملحم في هذه الحالة يعني مصر خرجت من الثورة والآن هي تواجه الكثير من التحديات من أهمها الحالة الاقتصادية والخروج بالبلد من هذا الوضع الضبابي إذا صح التعبير ألا يمكن القول أن المساعدات الأمريكية بالفعل ستكون جزء كبير من تخفيف هذا الهم على المصريين في هذه المرحلة سهيب هناك 2.1 مليار دولار مساعدات عسكرية وهي بتأتي بكل ما هو رث مقارنة بمساعدات العسكرية التي ترسلها للمتحدة الإسرائيل كل ما هو رث مقارنة بالحالة الإسرائيلية 144 دولار مشروطة سنويا وهذا كم ضئيل وضح للغاية يمكن استغناء عنه بشكل أو بآخر حجم المديونية الخارجية لمصر 35 مليار دولار منها 3.16 فقط للولايات المتحدة الأمريكية ما هو مطروح أو ما هو ذكر في المحتمل أن يذكره أبو أبواما في خطابه عن مساعدة من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية لمصر حسن للبنك الأوروبي ومصر أصلا عضوة في هذا البنك ويتتلقى مساعدات من هذا البنك ما أقوله أن هناك ما هو ممنوح أو ما هو من الممكن أن يقال فيما يتعلق بمساعدات اقتصادية لمصر هو محدود للغاية وهو يحاول هنا أن يقفز على أي مساعدات خليجية مشروطة لمصر خاصة مشروطة بعدم محاكمة مبارك ومحاكمة أسراته لكن هذا أيضا محدود ويسير للغاية كما سبق وأن ذكرت لك نعم هشام كما ذكر الدكتور عمرو أضيف عليه أيضا من منتقدي أوباما خصوصا في هذه الفترة وأداء السياسة الخارجية الأمريكية مع الثورات في العالم العربي أنها كانت اتسمت بالبطء وعدم الاتساق في ردود الأفعال هل هذا صحيح؟ هل هو إجماع على هذا الرأي في الولايات المتحدة؟ وهل يسعى أوباما لتغيير هذه الصورة والرد على هؤلاء المنتقدين؟ أوباما يقول وهو محق بأن الدول العربية تختلف علاقة الولايات المتحدة مع مصر ليست علاقة الولايات المتحدة مع سوريا وليست علاقة الولايات المتحدة مع ليبيا هناك مصالح الولايات المتحدة في اليمن مثلا تتعلق بمكافحة تنظيم القاعدة هناك بقر الأسطول البحري الأميركي في الخليج في البحرين وبالتالي هناك عملية صعبة للموازنة بين المصالح استراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة وبينما نقوله بالنسبة لقيامها ومبادئها ودعوتها للديمقراطية أعتقد أن هذا الرئيس الأميركي لا يمانع بتحول ديمقراطي في العالم العربي أعتقد أن الجيش الأميركي لعب دورا رئيسيا في إقناع الجيش المصري والتأثير على الجيش المصري لكي لا يستخدم العنف ضد المتظاهرين كما أراد النظام هناك لا أعرف من أين جاءت هذه الاتهامات أن الولايات المتحدة تريد أن لا يحاكم حسن مبارك في مصر هذه مسألة تعود للمصريين وليس لولايات المتحدة وهذا الرئيس الأميركي أذكى من أن يتدخل بشأن داخلي محدود بالنسبة لهذا الموضوع إذا عدنا أيضا إلى الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الأميركي بالدعوة لرحيل الرئيس المصري نجد أنه لم يفعل ذلك في اليومين أو الثلاثة الأخيرة ربما هذا هو مرد الانتقاد فهذا أمر يعود إليهم دعني أقول التالي عندما تقول الولايات المتحدة أنها ستساعد مصر بقيمة ملياري دولار فهذا سيؤثر على المواقف الدولية الأوروبية هناك الآن حديث عن حوالي أربع مليارات دولار دعم مباشر وغير مباشر من الولايات المتحدة ومن الأوروبيين الأوروبيين يتحدثون عن ملياري يورو وبالتالي النظام المصري اليوم لا يستطيع لا يتمتع بالترف أن يقول للغرب لا نريد مساعداتكم والذي يتوقع أن الغرب أو العالم أن يساعده دون أن تكون هناك بعض الشروط بالنسبة لوضع حقوق الإنسان والتغييرات السلمية إلى آخره هو يعيش في كوكب آخر وبالتالي نحن الآن نتحدث عن حاجة ماسة من هذا الاقتصاد المصري الذي يواجه أزمة كبيرة بسبب انعدام موارد السياحية إلى آخره وهو في مرحلة انتقالية صعبة للغاية الولايات المتحدة ليس سرا تريد أن تؤثر على المسيرة الديمقراطية في مصر تريد القوى الليبرالية في مصر والعلمانية أن يكون لها دور أكبر في هذه العملية التغييرية طيب هشام وبالتالي أعتقد أن الموقف صدر هشام عذرا المقاطعة هذا خارجيا في المنطقة العربية والنظرة تجاه أوباما الآن والخطاب الذي ننتظره بعد قليل الآن داخليا هناك مربط أيضا بين قضية الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يحضر أوباما أن يدخلها في العالم العربي دائما يتتحث أي قرار يفعله الرئيس الأميركي فهو مرتبط بالانتخابات طبعا الانتخابات بعد سنة ونصف الشعب الأميركي ليس في طليعة اهتماماته الربيع العربي هو يؤيد الربيع العربي كما تبين مستطلعات الرأي ولكنه لن يصوت لأوباما أو لمنافس أوباما الجمهوري انطلاقا من الموقف الأميركي من الربيع العربي هناك عوامل اقتصادية وعوامل داخلية عديدة هناك الحرب في أفغانستان أهم وبالتالي هذه هي القضايا الرئيسية التي ستحسم السباق الانتخابي للبيت الأبيض بعد سنة ونصف وليس خطاب الرئيس أوباما وبالتالي الحديث عن أن أوباما يلقي خطاب حول الشرق الأوسط هذا رابع خطاب إلى حد ما كبير أو أهم يلقيه الرئيس أوباما حول الشرق الأوسط هناك خطاب أنقرة خطاب القاهرة خطاب الأمم المتحدة وبالتالي أنا أعتقد أنت